موسيقى اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء الراي احصائية ظهرت من وزارة العدل اشارت الى تعنيف الرجل لفظيا وجسديا من قبل زوجته جعلتنا نسلط الضوء في تقارير عدة عرضت في نشرات الاخبار اليوم نفتح باب الحوار على مصراعي ضمن ساعة من الزمن نسأل فيها عن الاسباب والعوامل التي ادت الى طق الريايل من حرمهم شور ريال طوله عرض ينطق وانسي السيد اللي كنا نسمع عنا بروايات نجيب محفوظ اليوم احنا نتكلم عن الموضوع قبل لا يصير ظاهرة وهذا هو دور الاعلام الاساسي نرحب بضيوفنا بالاستيديو السيدة مونة عبدالجليل باحثة في شؤون الزواج والاسرة والدكتور حسن الموسوي استشاري نفسي واجتماعي اهلا وسهلا فيكم في تفزيون الرائع بداية نبتدي طبعا بالنساء الاستاذة مونة عبدالجليل نبي بشكل عام الاسباب التي تدفع الزوجة وهي المرأة الأنثى الى ضرب زوجها عزيزتي يا حبدة لو احنا نعرف اصلا الضرب شنو هو يعني انا ذاك اليوم لأيتلي وحدة تقول لي يعني انا ما طقيتها ما سوت شي بس بالكتب بالقفشة تشذي حذفتها عليه يقول لي انتي طقيتيني فهو الضرب شلون يكون ذرب مبرح يعني حاثفة عليه قايل لها عاطيني الريموت كنترول حذفتها عليه طقتني بالريموت فهو الضرب شلون صاير يعني الدراسة هل وضحت الدراسة الضرب المبرح هي وضحت الاعتداء اللفظي والجسدي اي يعني ممكن انا مثلا ممكن ان تكون المرأة تسوي لها شه الحركة مثلا يعني مثلا تدزة شوي ياية تبي تعبر تبي تروح المطبخ واقف حاطي دينات شذي يقولها لا ما تسوي مثلا تقوم بالدزة هل هذا ضرب لا ولكن السادة مونة يعني هذا نوع من الاهانة سواء يعني دزة بسيطة ولا طق بالنهاية ايهانة لكرامة الانسان صحيح طيب يعني انا كان ودي ان نحنا نوضح علشان نقدر ندخل بالموضوع شوفي المرأة تطق الريال تكفخة لست اسباب الى سبعة يعني هذا من تقييم الخاص نعم ما تكفخة هذي حلوة تكفخة يعني او تزفة شافت امها تطق ابوها رقم واحد نعم رقم سنين تبي تدافع نفسها الريال يهاجم عليها رقم ثلاثة تبي تنتقم سنين وهو يطقها رقم اربعة الريال يتلذذ في ان ينطق ما شو سي ويا سادية نعم رقم خمسة خذ دور ام عبد الله وهي خذت ابو عبد الله فصارت الاتكالية وصارت ايه المرأة التي تحولت من امرأة الى رجل نعم والريال في مجتمعات يطق فهي رح تلبس كل ثوب ابو عبد الله نعم طبعا غير الاسباب الثانية اسباب اقتصادية نحن رح ندخل في كل الاسباب في سبب مهم جدا نعم استاذة سميرة يعني اليوم صارت يعني زمان المرأة مثل ما قلنا قبل شوية كانت تحضل ريال الريال يمشي والمرأة تحضل نعم اليوم صار في عندها استقلال استقلال مادي نفسي ثقافي فحبت انها توق يعني تمشي معاه يعني معاه بنفس هذا اهو ريال قام يقول من الاعتداء على الرجل برغم كل الأسباب هذا يا سميرا ليس لايق على المرأة أنها تمد إيدها على الرجل شكلها غير حضاري غير راقي ولايق على الريال يعني معنى أنها تقدر أنها تتعامل معها بطريقة لايق على الريال في كل المرأة المرأة بطيق لنا لايق عليها العنف مرفوض سواء استخدام الرجل للعنف أو استخدام المرأة للعنف بس خلينا نقول أن العنف الآن ظاهرة عالمية لا يقتصر على مجتمع دون مجتمع يعني جميع المجتمعات يعني في أمريكا نسبة ضرب زوجات الأزواج وصلت إلى 43 في بريطانيا إلى 12 يعني حتى الناس اللي نقول عنهم حتى في بعض الدول العربية باقي الدول العربية لا وصل إلى القتل إلى التشريح إحنا لما نيجي نتكلم بمعنى أن المرأة لماذا؟ ليش يعني المرأة؟ هل هي نتيجة للتراكم الإحباطات والإرهاصات والصراعات الداخلية عندها؟ ولا المرأة هي تعاني من إضطراب نفسي يعني هي تكوينها النفسي في خلل وبالتالي تقوم بهذا السلوك بهذا التصرف لأنه لما تقوم بهذا التصرف أو أن نقول لك والله الآن صارنا نعيش في عالم خلاص المرأة أخذت حقوقها وعملت تحرر المرأة وحرية المرأة والترند الكبير اللي صغير أن المرأة 50-50 أو مثلاً مثلاً ما يقولنا الأخوان المصريين سيب ونسيب لا أطقني وأنا ما أطق سيب من هالكلام أنا أعتقد لا الموضوع مو بها الشكل الموضوع أكو خلل في العلاقة الزوجية الموضوع هناك يعني ضعف يا أما الزوج ضعيف يا أما الزوج أوه مثل ما قالت الدكتورة قبل شوية تعاني من إضطراب يعني عندها شيء سامن المشيوسية اللي أنه والله يستلذ بضرب الزوجة وهذا يعني هذا مريض نفسي هذا ما يعد أنه رجل والله يحب أنه زوج تطقه لا هو مريض نفسي هذا يحتاج إلى أنه والله يتعالج يدخل المصاح النفسي وبالتالي يشوف العلاج ولكن دكتور يعني رغم كل هذه الأسباب اللي ذكرتوها دكتور يتم يعني أن المرأة تخرج من طبيعتها يعني لازم يكون فيه سبب قاهر جداً أنها تسوي هذا التصرف بعكس الرجل لأن الرجل يعني بحكم هرمونات الأستروجين يكون نوعاً ما عدواني عادي من هو صغير يطق يعني بس أن المرأة تتغير لهذه الدرجة معناتها في سبب قاهر المرأة يمكن نقول والله أن عاطفتها تسيطر على قدرتها العقلية أو عقلانيتها ممكن تؤدي إلى ذلك يعني معنا ما عليش نقول هذا المثال يعني واحدة تقول أن زوجي تتزوج علي أوكي؟ تتزوج عليها بالتالي ما يعدل يقع ستة يام وياها يوم وياي هذا ما في عدل وبالتالي أنا شنل لازم أسوي له حاولت أن ينصحها حاولت أن أقول تعال خلينا نكون في نوع من الاعتدالية لا ما زال طيب أنت ما سألت نفسك ليش متعلق في ذيك هذيك يمكن تعطي نوع من الحنان تعطي نوع من العاطفة تعطي نوع من الاهتمام أنت يمكن مو معطيت أي نوع من الاهتمام أي نوع من العاطفة فشلون يقدر يقعد وياك أكثر من يوم يمكن يوم واحد كثير عليك يعني يقعد معك فبالتالي أنت عليك أن تغيريه من نمط تفكيرك يعني أيضا شيء آخر خلينا أقول لك يعني في السابق لما كنا يعني نشوون دراسات نشوون دراسات لماذا المرأة تفكر شوفي تفكر في ضرب الرجل تفكر الآن لا لماذا المرأة تستخدم وسائل متعددة في ضرب الرجل سواء عن طريق الكاراتي أو الحركات يعني جميعا مع الضرب لماذا هل هي يعني خلينا نقول تنمرت هل هي أصبحت يعني مسترجلة لحد ما أم هي والله مثل ما قد قلت قليلا شوي أن تعاني من اضطراب نفسي خلل في تكوينها الشخصي أو أن هذه الإنسانة خلاص وصلت إلى مرحلة انف اس انف يعني أنا خلاص تحملت بما فيه الكفاية الآن جاء الدور لأرد لك بعض الأشياء اللي أنت سويت لي نعم السادة مونة من الأسباب لذكرها الدكتور وأيضا ذكرتيها هي خلنقول استقلالية المادية لمن المرأة تسوي كل شيء في البيت هي العامل وهي الطبيب وهي المدرس والريال ما يسوي شيء إلا اللهم يروح الدوانية ويرد وبعضهم بعد ما يشتغلون يشرف على الوضع هذا إذا فيه إشراف هل هذا يخلي المرأة نوعا ما تأخذ دور الأب وتكون نوعا ما مسترجلة فبالتالي تكون شخصيتها أقوى وترد عليه وممكن تبعي لأنه هو شوفي أهو لمن يدخل البيت ويفرض عليها 50-50 أو 50-50 يعطيها جزء جزء كبير من رجولته يعني يلبسها ثوب مو لها لما يقول لها مثلا إحنا هالسنة بنسافر أنا حط يعني بيني وبينتش يعني مثلا يون لي عندي بالمكتب تقول أنا شنو أسوي إذا أهو مخليني أنا ريال البيت فشلون ما طقة عندي قصة صغيرة ودي أشارككم فيها كانت في عندي زوجة مدة سنتين وياي كل مرة كانت تتيلي يعني كل شهر تقريبا كانت تتيلي مرة يا مطقوقة يا مشقوق رأسها يا أصبعها مكسور سنتين آخر ثلاثة شهور قبل ثلاثة شهور أنا أقول لها يبا أنتي لازم تتعلمين إشلون الدافعين عن نفسك لأنها راحة المحكمة رفعت قضية ما طلقوها وعندنا بعض المحاكم الشرعية بالكويت توقف مع الريال ضد المرأة شوفوا أنا ما بذكر وين لكن هي محكمة معروفة يعني طيب طلبها بيت الطاعة وماكو فايدة يعني حاولت بكافة الوسائل إنها تاخذ حقوقها ماكو فايدة شانا أقول لها ما تدري شون روحي تعلمي شون تحمين نفسك خلاص بعد ثلاثة شهور يتلي مبتسمة بس عفوا دكتورة لا عفوا نعم لا عفوا نعم شون تعلمتيها شون قلت لها قلت لها روحي أرى ما قلت لها شيء قلت لها روحي تعلمي شون تصبرت لأنني أنا ما بقول لها شلون بس إيه تعلمت شون نحن لأخذ خلا قلت لك شلون سأقول لك القصص يا الله قول زين تخيلي يا يتلي أصغر من أول أمسوية عمليات تجميل مرتبة مبتسمة يعني غير كل مرة يا عبايتها مشقوقة يا حالتها حالة يا كئيبة تعلمت شلون كرتين يعني وطقتها صارت أحلة وطقتها ويا يتقولي يعني أنا صراحة أدبت هل ستعش سنة هدولي مدري سبع ستعش سنة هدولي تفتخر لا مو تفتخر تفتخر ما يصير يسبب لها عالم وستديمة أبو عيالها تفتخر الحين أبو عيالها ما يوم كان أبو عيالها ما يخالف يأورها ويهينها جدام الخدم وجدام الجيران وجدام الأهل يا عزيزي قلنا أننا مرفوض راحت قالت حق ذوي الشأن أننا مرفوض وراحت اشتكت وراحت المخبر وراحت وين كل مكان راحت طيب شو تسوي بالحالة أنا أقول لك شي السادة سديرة المشكلة وين بصراحة يعني أقول لك بكل صراحة لماذا المرأة تنمرت الآن بسبب بعض الصديقات الصديقة تقول حق البنت والمرأة المتزوجة خاصة البنات التي توهمها متزوجات صالحوا بسنة سنة سنة شخباري اللي زوجها صارخ عليها شخباري اللي زوجها يطلب منها تسوي أكل شخباري تبرر للزوج يعني يعني لحظة ممكن إيه في بعض الحالات نفس ما قالت أستاذة مونة في بعض الحالات لأنه دائما يعتدي عليها فبتدافع عن نفسها فتخطر إنها ترد عليه هذه الحالات خنقول المؤقتة إحنا نتكلم عن الضرب الدائم يعني هل أهو من الصديقات أم بسبب أن الزوج أهو يحاول يسوي لها أشياء ممكن إيه أنها تثور وتعصب لأن المرأة أول رجل سيان يعني أثنين هم عدل كلاماش عدل عدل قبل المرأة إذا بغتين تزوج ينصحونها دير بالي على زوجي عطيه كذا سوي له كذا يعني يعطونها بعض النصائح الجميلة اللطيفة الآن لا نحن يقول لنا شوفوا خلي بالي على زوجي إذا لعب دل لا تخلينا من أول يوم إذا سوى كذا يعني يعطونها تعليم يعني خليقوا التعليمات من ونيتها التعليمات من اللي صار فيهم الحريم صاروا أقو نحن لازم دائما نقول فيه فعل وردة فعل فيه سبب وفيه استجاب إزاي دكتور أستاذ أمو نذكرت لنا قصة من الحالات التي تيها أنت عندي قصة من الحالات هذه هل أنت تشوف أن الرجل فعلا مظلوم أو المرأة ترى المرأة مو قضية أنه بس تمد إيدها على زوجها يعتبر هذا عنف حتى أنه لفظيا حرمان الزوج من أبسط حقوقه هذا أيضا عنف إهمال الزوج هذا عنف عدم الاهتمام في البيت و24 ساعة بره لبره أيضا هذا عنف هذا يعتبر نوع من العنف أيضا يعني دائما المرأة تكون مشغولة بحاجاتها واحتياجاتها وأكسسواراتها ومكياجها هذا النوع من العنف وعدم الاهتمام في الزوج أيضا عنف يعني بس العنف أنا بالنسبة للرجل لما أشوف الزوجة والله يعني ما تهتم في الرجل هذا يعتبر نوع من العنف قاعدة تستخدم مع عنف بس مو عنف اللي يقول جسدي إنه عنف اللي يقول عاطفي نعم أستاذة مونة مع كلام الدكتور أضيف أن نشوف الحين أمهاتنا قبل يعني وايلي تحملون حتى لو الريال يعني كنا معتادين نسمع أننا مثلا الريال شديد ويمد إيده بس مهات قبل كانوا يصبرون ويبررون له كما يبرر الدكتور الآن للرجال إنه عصبي وإنه عليه مسئوليات وما يخالف ويتحمل لك أما الآن في هذا الجيل لما تسئلينها على طول إذا زوجك مد إيده عليك فورا ترد عليك تقول لك أمد إيدي ليش تغير هذا لأنه زمان قلنا زمان الزوجة كانت تحب ظل الريال ولأن الريال ريايال أول غير ريايال للحين ريايال أول عيب عندهم المرأة تحتاج أحد بره عيب عفوا عفوا المرأة كانت أول في ظل وحماية رجل وذكر رجل الآن الريال يقول لحق المرأ روحي يبيب لنا فلوس روح تصرفي روحي سألي أخدي أبوك أمك تندعم بالشارع بدل ما تدق عليه روحي تدق أنا أنا بالكافي دقي على أخوك دقي على أبوك أستاذ قاعد أتعمم أنا ما قاعد أتعمم أنا قاعد أقول حالات لا أشنا ما نعلم في كل الأحوات لا 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 أنا ضد الضرب ضد أن الإنسان يأذي نملة لكن إحنا قاعدين نقول شنو اللي يوصل بعض النساء نعم إلى أنهم يستخدمون العنف تجاه الرجل لكل فعل رد فعل يساوي بالقوة لأن الرجل عنيف أستاذ مونة أنت قاعد تبررين يعني بدل ما إيهي تصلح الوضع اللي هي فيه أنها تمد إيدها أيوة أنت قاعد تبررين لها أنها مسموح أنها تمد إيدها بما أنها تسوي كل الأدوار في البيت لا لا عزيزتي أنا قاعدة أطرح الآن الرفض تام لقضية العنف إحنا قاعدين نقول بعض الحالات شا اللي يخلى الزوجة ترتكب مثل يعني مثل تصرف يناهض يناهض نوثتها يناهض ضعفها الآن الزوجة أو المرأة نتيجة وجود هرمونات تكوين حمارة جسمها ضعيف شون شلون ممكن تستخدم العنف تجاه مخلوق أقوى منها ما هذا هو يعني هو لازم يكون في سبب قاهر لازم سبب قاهر دكتور نعم بس أسألك يعني المجتمع لما يسمعون يعني حتى اليوم بتوتر لما حطينا الموضوع دائما لما يسمعون أن الريال ينطق من زوجته على طول يتجهون إلى رجولته فيقولون عنها مو ريال أما المرأة إذا ضربت من زوجها يقولون عنها مسكينة لماذا هذه النظرة المختلفة؟ طبعا هذه يعني خلينا نقول هذه جزء من تقاليد وقيم المجتمع يعني نقول خلاص المرأة أنا طبعا أنا مو معا أن الريال يضرب الزوجة أكيد ولا الزوجة بس أنا أتكلم أنه يعني شيء استقر واستمر فكرة استقرت واستمرت بأن أوكي للرجل الحق في الضرب وعاد شنو نوع الضرب هذا عاد فيه خلاق بس هذا دكتور يعني يعني مجتمعيا للمجتمع حبوري وأيضا هناك رخصة شرعية يعني في بعض الحالات أن الزوج مسموح لأن يمدئي دعا الزوجه مو ضرب المبرح إنما ضرب للتنبيه للتنبيه بس أما إذا هذا الزوج أو هذا الرجل تمادى في الضرب هذا معناه هناك خلل فيه يا إنسان يكون سايكوباتي يا إنسان يكون يعني عدواني فيه فيه شيء فيه شخصيته شخصية غير سوية غير سوية لذلك أنا أعتقد هنا هذا الزوج يحتاج إلى إلى علاج لكن أنا أتكلم يعني الآن مع الأسف أكو صورة نمطية كثير من النساء ما أخذينها عن الرجل إن الرجل عنيف إن الرجل قاسي إن الرجل بخيل إن الرجل يعني ما عنده آطفة وما يعرف يتعامل مع المرأة فكرة نمطية إن الرجل يعني وحش كاسر وبالتالي يتعاملون مع هذا إلا وإلى إلى أن يثبت العكس غير هذا إنه والله يكون رومانسي يطلع معها يعطيها شوية كلام حلو ويكون إنسان يعني يعني إنسان يدلح معاود خلاص المسؤول الحين عن البيت لا المرأة تؤكر فيه الرجل أن يكون عاطفي يحرك المشاعر الموجودة عندها هذا غلط دكتور لا مغلط مغلط بالعكس هذا شيء جيد هنا على دور المرأة في تحريك مشاعر كل على المرأة لا لا لازم المرأة سنكمل هذا النقاش سنكمل هذا النقاش الساخن هذا النقاش الساخن ولكن بعد أول فاصل بحلقة الليلة فاصل وراجعين رجعنا معكم مشاهدين ببرنامج لقاء الراي والحلقة اليوم موضوعها مختلف عن باجي حلقات برنامج لقاء الراي وهو عن طق الحريم لريايلهم حسب حصائية وزارة العدل الكويتية معانا للضيوف الدكتورة الأستاذة مونة عبدالجليل والدكتور حسن الموسوي رح نسمع رأي آخر من دكتور خضر البارون وهو استاذ علنس بجامعة الكويت خلنسمع رأي ونرد اعتداء الزوجة على الزوج لا يرضى فيه أي دين من الأديان ولا حتى أي تراث من التراث الاجتماعية يعني دائما الزوج يجب له أن يكون له القوامة والسيادة وأيضا هو المبادر في تعالف هذه الأسرة وتعاون هذه الأسرة والنفق على هذه الأسرة فإذا دل وخضع وانهارت الأسرة وخاصة إذا كان هناك أطفال فهو القدوة لأبناء لكي يفتخروا بأن أبوهم يعني له مكان والسلطة في المنزل طبعا هناك أسباب عديدة جدا نحن نسمع دائما أن الزوج هو الذي يضرب الزوجة يعني الأسباب طبعا أيضا وأيضا لا نرضى بها لكن يحدث ذلك لكن أن الزوجة تحتدي على الزوج طبعا له مسببات معينة هي في اعتقاد نحن لا نعطي مبررات مهم جدا لا نعطي مبررات للزوجة أن تضرب الزوج نحن نقول الزوج يجب أن يصاني يجب أن يحترم لأنه قوام الأسرة هو عمود الأسرة ولذلك أن الزوجة قد تكون من أسباب التي تعتدي على زوجها بسبب والله بارد ما يسوي أي شي بقاعد في البيت لا يهش ولا ينش طيج شبدي كل ما يعطي اللي هو مهمة ما يؤدي ولا قاعد يصرف على العيال ولا قاعد يسوي شيء الآخر أن المرأة بنافسها قيادية هي ثقيلة هي قوية عضلاتيتها يعني سبيكة هي ترى أنها لها القوة والشجاعة أسجع من زوجها وزوجها أيضا تنازل عن حقوقها تنازل يعني عشان إرضاها ما يبي يعني يؤذيها ولا يعني وقد يكون أيضا هو غافلا عن ذلك أو أنه قد يكون والله مسكين يريد أن يصلح بيته ويصلح شيء فإذاك خاضع كل ما تقول هي حاضر إن شاء الله فقامت طبعا تتمادى بالتنازلات الرجل يتنازل يتنازل عن إهانته تسب طبعا الأول دائما يبدأ بالسب يعني ويبدأ بالإكراه ويبدأ بالقوة ويبدأ كذا بعدين يبدأ بالضرب ليش لأنه قاعد تتنازل فكل ما شافت أنه تنازل هي تمادت وقامت تضرب هذا الزوج فإذن قد يكون إذن السبب هو جيني بالسبب أنه هو ضعيف جسدي يعني قوة وبيلوجيا ضعيف والمرة هي قوية في هذا المجال من ناحية البيلوجية فهي تسيطر لأنها قيادية وصوتها جش يعني فيه نوع من الخشونة فالذلك تخوف هذا الرجل وبالتالي والله يناعف حالات من كثير ما في حالات أن الرجل لا يريد أن يدخل البيت لأنه يقول هذه نسرة هذه يعني أسد ألاقي أمامي ألاقي أمامي وحش ألاقي أمامي طبعا مصطرح للكويت يدائم نسرة نسرة بمعنى أنها يعني ذات قوة معينة ولها جناح تغطي كل شيء وتزمجر بها صواتها فما بي يعني أدخل البيت ما بي شيء لدرجة أنه طلع الحكم من صالحة يقول الحقي اللي هو اليايوية عشان تخلي البيت تسوي إخلاء تقول هي موجودة ولا لا أنت بتأكد ما رح ترجع خايف منها هي حالات دكتور هي حالات حيات طبعا هي مهي ظاهرة إنما هي بعض الحالات التي تتحدث لأن دائما الرجل هو له القوامة وله السيادة وله يعني هو الذي ينفق وهو الذي مكان في المجتمع لأن أيضا هذا التراث وهذا أيضا الدين يعني شون أنه الرجال قوامون على النساء ولذلك هذا هو لجب أن يأخذ مكانه لكن قد يحدث فيه بعض الحالات أن الرجل يكون قد يكون باردا لا يهش ولا ينش وقاعده ساكت وكذلك أيضا انتناسل الحقوق وهو ضعيف البنية أو أنه يعني على قلة السمون نرجع للأستوديو مع أطيوفنا دكتور بسئلك هذا السؤال طبعا احنا شفنا طبعا الأراء متشابهة بينك وبين الدكتور خضر البارون يمكن لأنكم رجال فتبررون للرجل أكبر يعني نتكلمون عاطفة يعني الرجل يتكلم إذا أنت يعني إحنا شفنا أنه اللوم أكثر على المرأة بس دكتور الرجال اللي يتعرضون لهذا العنف يعني من قبل الزوجة ليش نشوف الزوج يعني يلتزم الصمت خجلا أو ليش مثلا يعني هل هو قاعد يحاول يحافظ على بقايا الرجولة والهيبة يعني ساعات نشوف حتى في المجتمع رجال لهم مثل ما قال السيادة والقوة والشخصية وتشوف مع زوجته يعني على قولة السوريين مثل التوتة قوة يفتر يقول كلمة زي ليش التناقف في الشخصية ليش ما يتكلم نفس المرأة لما يكون هادئ في البيت ما يحاول أن يكبر السالفة ما يحاول أن ردة الفعل تكون قوية تجازة يعني أوكي بره ممكن بره يعني يكون شوية حمش أو يتعامل بنوع من الصلافة بس هل داخل البيت لما يسكد هل هذا ضعف يسكد على الزف دكتور هل يعتبر هذا ضعف لا أعفوه دكتور تلك حالات يعني عادة نسمع إذا المرأة تضرب من زوجها تسمع تقول حق خطها حقها بس ما نسمع الريال يتكلم أنا بس أسألكم سؤال شنو شعور المرأة عندما تضرب زوجها شنو الفكرة التي تأخذها عن زوجها هل هي تكون مرتاحة نفسيا أم تشعر بتأنيب الضمير أو أيضا تقول أنا حظي صار شذي أن زوجي يكون ضعيف أو يمكن تشعر أنه يشعر اليوم يعني حتى المرأة هي بنفسها في قرارة نفسها من داخلها تشعر بأن الرجل لازم يكون شوية خشل بس عفوا دكتور الخطأ هذا من الرجل المرأة لما تحس هذا الرجل له هيبة وله كلمة وأن هذا السلوك سيؤدي بها إلى الطلاق لا يمكن أنها تمد إيدها بس لأن اللي شايفت جدامها عفوا يعني ما خلاها تحترمها أو وصلها لهذه المرحلة من خنقول من لنصرفات الحقيقة أفونا تفضل عفوا دكتور أنا اليوم الصبح طرحت السؤال هذا على الإسلام قلت أن شنو شعور الزوجة لما نطق زوجها وإذا في عندنا حالات رجاء في دوني فيها ترى وايد وايد حريم دزولي أنا قمت يعني أشعر بذنب كبير وخايفة أن يعني الله ما يبارك لحياتي هاي إجابة إجابة ثانية إحساس بالذنب إحساس بالذنب بشكل كبير أكون فيه وإحنا تقول سوري ما عليش استاهل لأنه هو سوى بنفسه كذي لأنه تنازل عن مكانته كرجل وعطاني إياها فبالتالي أنا قاعدة أقوم بالقوامة أنا قاعدة أسوي كذي بدون أي إحساس بالذنب عفوا أستاذة مونة يعني المرأة خنقول اللي محترمة نفسها اللي يعني الذكية الأم اللي بتكون صورة جيدة جدام عيالها هل تلجأ إلى الضرب أم تلجأ إلى المحكمة وتنفصل عنها إيه مقاعدة أقول لك هي تعتمد على الحالات أكو في حريم صارت عندهم القابلية بالاستمرار مع إنسان مثل هذا نعم فليش أخرب بيتي أكو في نساء ما يلجؤون للضرب في مقابل الحماية تبي تحمي نفسها من رجل عنيف تلجأ للمحكمة وتخلص نفسها فإيه يعتمد على حسب شخصية المرأة وشخصية الريال اللي معاها ضعيف قوي بص وحتى في بعض الرجال يقولون بعض الرجال يقولون المرأة ما تمشي إلا بالضرب إن عطيتها الخيط والمخيط خلاص سيطرت عليك وسويتك عرقوز تلعب فيك فبالتالي لابد من شوية حزم 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 أو الحزم هذا برأيك صحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح؟ نعم نعم لأننا لن يجعل العملية لن يجعل العملية فلتان سير فالتو بالتالي يلا روحي يجي ولي تسوينا وبعدها تعالي صارخي علي أنت السبب لازم الرجل يعرف متى يستخدم هذا الأسلوب عندما المرأة تكون بس هل دكتور بالتخويف أنه يتسلط عليها أم بالمعاملة الطيبة؟ أوه أنه يكون صورة مثالية ليش ما يخد جيلها؟ ليش ما يخد جيلها الكرمة؟ ليش ما يخد جيلها بقوامة؟ ليش؟ يعني دكتور ليش بالحب بالإحسان بالمعروف ليش؟ ليش ما ينفع معا كل هذه الأشياء ليش ما ينفع معاها؟ ما ينفع معاها؟ خلاص ليش إنسانة عنيدة وترى بأن لازم تستخدم هذا الشيء أنا أسألك بالنسبة للأبناء يعني بعض الرجال أما أنا من طرشيلي يعني في بعض الرجال على الإسناب طبعا بحسابات وهمية لأنهم يستحرون أن يقولون هذا وضعهم يقول لي أنا ما أقدر أتصرف لازم أصبر عشان عيالي طيب في هالحالة هل هو صحيح أن المفروض يصبر عشان عيالي؟ والبعض يقول أنه ممكن يخسر وايد في المحكمة إذا هو راح وطلق فشنو التصرف الأمثل في حالات ضرب الزوجة لزوجها؟ النقطة الأخيرة اللي قلتيها أنه راح يصرف في حالة الطلاق أو أنه راح تصير على التزامات مادية كبيرة هذا جزء من المشكلة جزء أساسي يا جماعة أنت قاعدين تأخذون الموضوع من جانب واحد أنا قاعد عرف شباب يقول لك والله يا دكتور معاشاتنا كلها راحت لأنه هي اللي طلبت الطلاق لأنه أنا مرة قلت لها كلمة وكأنه هي الآن يعني كانت تتربص أني أنا أقولها الكلمة دكتور ممكن لهم بس أكفي حريم ترصابرين سنين في شباب الآن نحن نطالب أن نكون جمعية لحماية الرجل بس دكتور لو شوفنا رجل الحين وزوجته الطقة والله يعيني على النسرة بالبيت شو تنصحها؟ هل يطلب يعني الإنفصال أو يستمر عشان عياله يسكت؟ لا أنا أول شيء أطلب منه أن يودي زوجته إلى دكتور نفسي عشان يدرس الحالة شوف شنو الأسباب أو الدوافع يعني إنتور نفسي مثلك لا بالعكس تخليها تزيد تطقة زيادة لا أنا في الحالات أكون محايد ما ليشغل أنا بالرجل المرأة والآن كذلك أنا ما أنا مع الرجل الضيد يعني ضد المرأة ونقول يا الله يا رجل استخدم كل وسائل وكل أسلحة اللي عندك فيه مع المرأة ولكن أقول لا إحنا مثل ما قلنا العنف مرفوض سواء من الزوجة أو الزوجة ولكن تعالوا إلى كلمة سواء خلينا نعلم شون المشكلة ونحاول أن نحط إيدنا على الجرح ونحالش المشكلة يعني بمعنى أنه صح أن المرأة تفكر بطريقة والرجل يفكر بطريقة والمرأة ترى بشكل والرجل يرى بشكل أوكي أنا من تبقين على شيء لكن لو بحثنا وجدنا أن هناك نقطة الالتقاء بين الفكرين بين فكرة المرأة وفكرة الرجل هناك نقطة الالتقاء لكن هل عندهم استعداد لذلك أو كل واحد يقول أنا الصح والثاني غلط وبالتالي يعني الآن نحن نقول يا جماعة يعني يعني خلينا نقول العنف وين يوصل خلينا نقول ما هو الطريقة أول شيء يبدؤون بحوار يتطور الحوار إلى خلاف الخلاف يتطور إلى التهديد التهديد يتطور إلى الضرب ضرب بس الضرب شوي خفيف وبعد ذلك إلى الضرب المبرح وربما هذا أيضا تعود لا يتطور إلى القتل نعم قتل إذن خلينا نبدأ من أول نقطة قبل ما نوصل إلى القتل قبل ما نوصل إلى الضرب نجي إلى الحوار انعدام لغة الحوار انعدام التفاهم انعدام التنازل ولكن دكتور هناك أسباب عديدة يعني منها الأسباب المادية مثلا بحسب الإحصائيات يعني بحسب رأي الزوجة في استغلال مادي يعني يا مريايل يجبرون يعني زوجاتهم على أنها تأخذ قرض وهي مو استعدة لهذا الشيء أو أن ينفصل عنها أو في أطماع مادية في مثلا البخل يعني في ساعات يكون الزوج بخيل هذا حسب رأي الزوجات في الإحصائية سوء الإنفاق يعني خلافات حول مساهمة الزوجة في الإنفاق أو الزوج يكون عاطل عن العمل أو ممكن أن يكون عنده عمل بس ما يروح الدوام شنو رأيك في هذا يعني أولا لما نقول هذا بخيل أو إنه والله عاطل عن العمل أو إنه والله يعني إحنا نبي نعرف شنو سيكولوجية هذا الرجل شنو مشكلته شنو المشكلة هل هو يعني أكو ناس بصراحة تشوفين يصرف بره يقط فلوس على الناس اللي بره لكن في بيته ما يقط إذن هذا عنده مشكلة لماذا يقط بره؟ يبعد عن اللذة والأناس بالضبط؟ و هذا لماذا؟ لأنه لا يجد هذه السعادة واللذة في البيت لا يمكن لأنه أولا يبيعيش تنقلة يا أخي يمكن أن أولا يبيعيش أعزب لا لا يمكن لأنه من نوع اللي تكون شخصيتها خنقول مثلا يقولون بالإنجليز البوسي يعني فهذه لما تيت تزوج ما تفهم أن الزواج عبارة عن يعني كل طرف لازم يتنازل شوية عن تصرفاته عن أي يكون فيه مواءمة يعني دائما تشوفينها أيها تبيت تاخذ الدور وتبيت الكلمة الرئيسية لها والتصرف الرئيسي لها وهذا يعني يرفض أغلب الرجال ما تشوفين هذا غلط من صحيح طبعا عدم التهيوة يعني أنا ذاك اليوم كنت ماشي بالإفينيوز يتلي واحدة شتقول يا استاذة مون الله يعطيش العافية ترى أنا جهست بنتي كتلها تمام شون جهستيها شتقول شرأيت لها حطيت لها كتلها شون جهستيها شتقول والله طلبنا لها أغراض شون جهستيها هل علمتيها حقوق الزوج هل علمتيها حقوق البيت العود هل علمتيها شلون تصير دربة شلون تصير أمماية شلون تصير بنت ناس شلون تتصرف في المواقف الصعبة لما تصير فيها كلاشات بينها وبين زوجها شتقول ها يعني احنا نحاول قاعدين نحاول فهي استاذة ما في تهيؤة وهذا دايما نقوله في كل لقاءاتنا اليوم ما عاد في مرجعية الأبو ما قاعد يوفر زوج للمستقبل ولا الأم ماية قاعدة توفر زوجها للمستقبل زمان احنا شلون كان يربونا الله هو الرب الأكبر والزوج الرب الأصغر هذه المدرسة القديمة شي زين ولا شي موزين طبعا طبعا لذلك يعني شي زمان حالات الطلاق حالات الطلاق ما كانت بالنسب هذه تبع المدرسة القديمة المرأة تصبر المرأة تحاول المرأة يقولون في مثل كويت يقول المرأة تعشش والريال يطفش هذه من الأمثلة أن المرأة دايما عبارة عن عش والريال يسكن في هذا العش والآن يعني الكاتكوتة اللي كانت بالعش الحين صارت نسرة نسرة فاصل مشاهدينا وسنعود رجعنا معكم ببرنامج لقاء الراي مع الدكتور حسن موسوي سشاري نفسي واجتماعي والباحثة في شؤون الزواج والأسرة الأستاذة مونة عبدالجليل أستاذة مونة شين ينعكاسات هذا الشيء على الأطفال يعني دايما نربع أو الإنسان يربع في بيت يشوف الأم هي الحنونة هي الحكيمة هي اللي أهدى من الأبو فتطلع شخصيتها شخصية طبيعية ولكن لما يتربى في بيت يشوف أمة تمد إيدها على أبو شين العكاسات هذا الشيء على الأفضل؟ شوفي عزيزتي هو ما يستحي يقول أن أبوي اطق أمي فبالتالي أنا خايف من المشاكل كل ما قال شيء خايف من المشاكل لما انتعمقنا بعد شوية كانت شخصيتها متفسخة تماما ألم تعب نفسي رفض رفض داخلها رفض لحالة البيت يعني صاير الديك مكان الدياية فهو معارف الآن يصير ديك ولا دياية البيت اللي فيه الأم اطق الأبو يطلع الولد ضعيف يعني حتى ممكن يطلع أنه كرامته مهزوزة تجاه حتى نفسه حتى صورته تجاه نفسه والبنت تطلع على قولتكم نسرة تطلع قوية فالموروث هذا رح ينتقل أيضا للأطفال بس عفوا دكتور أكيد أتأيد استاذ المنذي هذا الكلام ولكن هل هذه هي نفس النتيجة يعني أنا اللي بعرف الفرق بين الأطفال اللي يشوفون أبوهم ويطق أمهم والعكس يعني شنو طبعا أي حالة رح تكون الحالات اللي ذكرتيها ولكن نبي شيء يعني معين تشوفه في الأطفال اللي يشوفون أمهم ويطق أبو شوفوا أولا خلينا أولا نحن نحدد الأطفال لذلك كبت إلى أن تزوج فلذلك طريقة لا شعورية يبدأ يفرّغ وينفس عن الطاقة السلبية الموجودة عندها الغضب الموجود عندها على زوجته وتأيّد الكلام تأثير الحالة هذه على البنات؟ البنات شيء ثالث البنات عندما يشوفون مثلا الأب أو الزوج يضرب الأم الزوجة فبالتالي الصورة اللي تطلع عندهم أيضا أن الرجل شرس وأن أخاف أتزوج زوجي رح يكون مثل أبوي فأفضل عدم الزواج نعم شوفوا العملية شون صايرة يعني التأثير سلبي على الطرفين سواء الأب أو الزوج هو العنيف أو الزوجة هي العنيفة أو المعنف والعنيف أي واحد فيهم لكن الصورة في النهاية النتيجة تكون سلبية هذا واحد دكتور المفهوم الطبيعي في أي علاقة سواء الضرب من الرجل أو المرأة هذا يعني يعتبر نهاية العلاقة أو نهاية الزواج يعني الضرب في كل الأحوال مرفوض ولكن يعني شون المرأة ترضى أنها تطق زوجها وتكون بنفس الوقت مستمرة في هذا الزواج هذا الشي الغريب شون تستمر في زواج مع رجل هي ما تحترمه ولا له أي هيبة يعني هذه أنا معلش أقول هذه إنسانة تعاني من إطراب نفسي لأنها ربما تشعر باللذة من استخدام العنف مع زوجها يعني تستمتع بالضرب هذه أيضاً اعتبرها يا إنسانة يعني سايكوباتية يا إنها مازوخية يعني تتلذذ بتعذيب الآخرين فلذلك أكو هستري في الموضوع أكو باقي جراون في الموضوع نرجع تعالي أنت شون كانت طفولتك أنت يا الزوجة الآن شون طفولتك بعدين تعالي أنت شون صورة الرجل اللي في ذهنك وبعدين ليش تقومين بهذا العمل هل هو النوع من الانتقام هل هو النوع من اللي أنت تبعين نفسك إنش خوية وبالتالي إن الزوج يحاول أن يبتعد عنك أو لا يعني لا يقرب من نشر وبالتالي راح يشوف شيء اللي عمره ما شابه نعم إحنا بعد أيضاً من الإحصائيات أسباب الضرب هو بسبب تعدد الزوجات بحسب رأي الزوجة يعني ساعات ما في عدالة بين الثنتين أو رفض الأولاد للزواج بأخرى أو عدم علم الزوجة حتى بزواج الزوج أو الميول للزوجة الأخرى والزواج بأخرى يعني استاذمونه هذا يعتبر من الأسباب القاهرة اللي تغير من طبيعة المرأة يعني خصوصاً بعض النساء اللي سنين يعني جابلت الريل وضيعت شبابها ويه بعدين نتوى وحدة أصغر منها لا لا كانت عندنا حالة تذي الزوجة يعني خذت ورث أبوها وخذت خدمة نهاية الخدمة وخذت لقرض وبنوا البيت قام الريال بعد شهر واحد من سكنهم ياب لها زوجة هدية قال لها تخدمج يعني كلام طبعاً أفلام تخدمت وتحطلت وتسويلت وسكنها بالطابق الأرضي وبالفعل وصل الأمر إلى أنه صار فيه سب ومد الأيادي وبالنهاية طبعاً انفصلة يعني فتصير طيب أنا خليني أسألكم السؤال هذا يعني صراحة يعني أيهما أفضل للمرأة أنها يعني إذا كان الزوج أضربها أيهما أفضل أنها تصبر وتكبد وتقول عشان عيالي ولا ترد نفس الصاح صاعين أن مثلاً أن الزوج ضربني أنا مضربة حدف علي شيء أحذف عليه راح أتجاوبك الأستاذة منى لأن أنا هنا محاورة إيهي راح أتجاوبك إن شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل فاصل مشاهدينا وسنعود رجعنا إلى آخر جزء في حلقة الليلة دكتور سألتنا قبل الفاصل أو سألت الأستاذة منى إذا ريال مد إيده شنو الأفضل؟ إن المرأة تصبر وتتحمل أو ترد له الصاع صاعين تفضلي الإجابة لك أتابعون أجابة اللي بالستوديو ولا اللي بالمكتب؟ لا لا النبي اللي تحت الهواء اللي تحت الهواء قبل شوية شوفي الضرب يعتمد عليه يعني يعتمد على جرعته إذا كان الضرب مبرح يعني بحيث أن يسبب لها عها يعني أنا عندي حالة قضلها طبلة الإذن طلع لها عينها كسر لها الحوض ويحامل فإذا كانت منها النموذج هذا لا واضح أنه عنده مشكلة يعني تأخذه ترحق معالج نفسي مثلا تشوف إذا هذا رح يظل مدمن بهالحالة هذه للضرب لا يبقى مع السلامة إلى اللقاء يعني يلا نفسي لكن إذا كان ضرب أحذفها بالريموت كنترول ولا قطع عليها شيء أو مثلا أدزها لا يعني الأفضل أنه ما تكبر الموضوعات بس ما رح يطور هذا الشيء عليه لا 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 عفوا تقعد تتكلم معاه مرة واثنين وثلاث واربع وإذا ساء شوية ممكن تدخل حكم من أهله حكم من أهله على أساس يفهمونه ترى يا جماعة هذه مخلوق أضعف منك والريال ما يسترجل على مرة يعني مثلا تحاول لكن أنا شخصيا شخصيا يعني ضد الطلاق بكل أحواله اللهم في حالتين إذا صار خطر على صحتك أو شرفتك في هالحالتين هذولي لا الطلاق يكون أفضل حماية لكن فيما عدا ذلك فيه ستين ألف حل وحل وطريقة نعم دكتور بكل يعني وضوح ما هو الحل في هذه الحالات عندما تضرب المرأة زوجها طبعا أول شي لازم نعرف هل يتكرر هذا السلوك ولا مرة وحدة هذا واحد أثنين لازم أيضا خلي الأهل على جن ونروح المختص نعرف شنو أسباب العلاقة المتوترة بين الطرفين واستفحال المشكلة ومن ثم الزوجها البدأت نشوف يعني خلينا نقول إنسان محايد لا مع هذا ولا مع الطرفين هاي رغم أثنين رغم ثلاثة أنا أعتقد فيه نقص في المهارات في الحياة الزوجية بين الطرفين صحيح يعني ما فيه نوع من التنازل ما فيه نوع من الحوار ما فيه نوع من التفاهم ما فيه نوع من بس دكتور عشان إحنا لازم نختم شفت حالات يعني عالجتها وشفت إن المرأة وقفت عن الطيق أو صار زواجهم يقفض طبعا أول شيء أول شيء نقول لهم موضوع استخدام الضرب سواء الأثنين هذا مرفوض مرفوض ما يصير الضرب يعني الضرب لماذا؟ لأنه فيه غياب للحوار لو فيه حوار ما صار فيه ضرب صحيح إحنا لازم نركز على الحوار لأن من خلال الحوار نستطيع نوصل إلى شيء لنبيه أما إنه والله استخدام الضرب لا بالشيء الآخر نعم دكتور أنا لازم أختم إن شاء الله خاف بعد المخرجي طيقنا لا ما يطيق لا إن شاء الله ما رح يصير جريء دكتور حسن موسوي شكرا جزيلا لك والباحثة مونة عبد الجليل شكرا لك وإيجابتش اللي تحت الهوى رح أقولها بالإسناب شكرا للمشاهدين للمتابعة ونلقاكم بحلقات أخرى من برنامج لقاء الرأي شكرا للمشاهدين للمتابعة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة